اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهذه من الصور التي تعين فيها الجهاد الصورة اذا استنفر استنفره الامام والثانية اذا جاءهم العدو وحصرهم والثالثة اذا جاء الصف اذا حضر القتال اذا حضر القتال لا يجوز له ان يفر هذه الصورة واجب على الناس اذا جاء العدو ان ينفروا اذا جاء العدو الى بلدهم او بلد من بلدان المسلمين بالنسبة لمن يلونهم يجب عليهم ان ينفروا لدفع العدو الغاشم المقل منهم والمكسر يعني الفقير والغني الفقير والغني في الصور التي يتعين فيها الجهاد سواء كان غنيا او فقيرا يلزمه ان يجاهد اذا كان مستطيعا ببدنه فانه يلزمه الجهاد والذي لا يستطيع الجهاد ببدنه ويستطيعه بماله يلزمه ان يجاهد بماله والذي لا مال له ويستطيع ان يجاهد ببدنه يلزمه ان يجاهد ببدنه والذي لديه مال هو مستطيع ببدنه يلزمه ان يجاهد بماله وبدنه اذا تعين الجهاد في احدى الصور المذكورة الثلاث المقل منهم والمكسر واذا استنفر استنفرتم فانفروا يلزمه اذا استنفره الامام سواء كان غنيا او فقيرا يلزمه ان ينفر وهل له ان ينيب غيره بماله استأجر من يجاهد عنه ها اذا كان وجوب عيني لا يجوز له ان ينيب لكن احيانا يكون من فروض الكفايات احيانا يكون الجهاد فرض كفاية اذا قام به من يكفي لكن هذا الشخص مع كوني فرض كفاية رأى الامام انه ان وجوده في الغزو نافع وخصه وعينه بذلك هو فيه في الاصل فرض كفاية وفيه نوع او شوب تعين فهل له في مثل هذه الحالة ان ينيب لانه احيانا يكتب في الغزو مع ان الناس كلهم لا يكتبون يكتب القدر الكافي يكتب في الغزو القدر الكافي تعين باستنفار الامام لكنه يوجد بديل مطابق له اقول المسألة الاصل فرض كفاية وبدلا من يكون البلد فيه مئة الف يكفي خمسة الاف لدفع العدو هذا قال انا كتبت وعينت من قبل الامام لانه مكتبون الغزات لهم دواويين ومعروفون لكن انا منم جاهد ولا غازي ابدفع الف لمن يجاهد عني فهذا فيه شوب تعين وفيه نوع كفاية باعتبار انه لا يلزم الجميع وقد يكون الامير ذا قيل لو فلان بديل قال فلان افضل موجودة بل قد يكون افضل لان علم الامير او من ينوب عن الامير لا يحيط بجميع صفات الناس لكن لما عينه الامام تعين عليه لكن الامام الذي امره ان يحجم امراته هو الامام نفسه وهذا بالله عنك يكون دليل لنا بمسأل ايه يدعين عليه الى دين المدنة والان من الذي صرفه عن الجهاد المتعين وقد يكون اكتتابه في جهاد غير متعين هو هو رغب في ذلك ولا عنده مانع رغبة في الجهاد ثم بعد ذلك قال الامام حج مع امراتك لان حجه مع امراته لا يقوم مقامه غيره وفي الجهاد يوجد من يقوم مقامه يقول وواجب على الناس والتقدير كلهم وهذه صورة من صور تعين الجهاد لا لا هو مقصود المسلمون مقصود المسلمون والجهاد خاص بالمسلمين والاستعانة بالكافر مع الاحتياج اليهم مع الخلاف بين أهل الجهاد كما هو مع له والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إننا لا نستعين بمشرك وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفر المقل منهم والمكثر خفافا وثقالا ولا يخرج إلى العدو إلا بإذن الأمير لا بد من إذن الإمام لا بد من إذن الإمام والخروج بدون إذنه إفتيات عليه وعند الإمام مهما كان وصفه لأنه يقاتل مع البر والفاجر عنده من العلم بأمور السياسة وبما يحيط بالبلد ويحاك له يبلغهم من قبل عيونه وجواسيسه ما لا يعرفه أفراد الناس مهما بلغوا من الحرص ويبلغ الإمام أشياء لا تبلغ أفراد الناس أفراد الناس مصادرهم مجالس ومجالس تناق الأخبار لكن الإمام عين أناس لهذا الأمر جواسيس واستخبارات وأشياء تقوم بالمهمة وتطورت هذه الأمور في عصرنا بحيث يعلم ما يدور في البلدان الأخرى من بعد من بعد هذه الأمور تطورت فلا يفتات على الإمام في هذه المسألة والأمير يقوم مقامه ها ما عندنا إمام يلي أمر الجميع لا لا ما يرجع إليه لا داعي ولا مفتي المسألة على الإمارة الإمام أو من يقوم مقام الإمام لأن حتى مهما كان وصف داعي أو مفتي هل يعرف جميع ما يحيط به لا يعرف ليس له أعوان في البلدان الأخرى تخبره فهذه من وظائف الإمام ولذلك لما اعتمدوا على جنبوا الإمام ولم يستشيروا الإمام ولم يأخذوا برأيه واجتهدوا اجتهادات فردية وذهبوا إلى أناس كل له رأس اختلفوا تنازعوا حصل القتل بينهم فأهل الغيرة وأهل الحماس لا شك أنهم عندهم خير والباعث على ذلك هو الخير في الأصل لكن إذا حصلت المخالفة للأحكام الشرعية يعني إذا كانت المقدمات غير شرعية إذا كانت المقدمات غير شرعية فلابد أن تكون النتائج غير شرعية وهذا هو الحاصل الآن ذهبوا فيهم خير فيهم فضل طلاب علم وقدامهم ناساً أهل الغيرة لكن الغيرة وحدها ما تكفي ما تكفي لابد من الاعتماد المقدمات الشرعية وليس عبث أن يرد في أكثر من حديث جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد نعم جاء فلن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد فهذا أصل في استئذان الإمام وفي إذن الإمام المقل منه ولا يخرج إلى العدو إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب عدو غاشم عنده قوة ومنعه إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه خون شره وأذاه خون شره العدو ما ينتظرون إذا فجأهم وهجم على بلدهم ينتظرون أن يستأذنوا يقتلون وهم يستأذنون لا هذه مسألة مستثنات كما أنه لو هجم عليه لص أو صائل يدفع عن نفسه نقول لا عندك إمارة وعندك شرطة وعندك راح تقدم بطلب إليهم أو دافع عن نفسك هذا في أوقات لا يتمكن فيها من الإذن عليه أن يقاوم ويدفع وهذا جهاد الدفع هذا لا يختلف فيه وأنه لا يحتاج إلى إذن لكن إذا وصل الوهن والضعف بالأمة إلى حد كما ذكر المؤرخون في حرب التتار والتي رفض ابن الأثير أن يتحدث عنها كلها أستطيع أن أتحدث لأنه عايش وعاصر شخص واحد ليس معه سلاح يأتي إلى مجموعة ستة عشر أو سبعة عشر من المسلمين يقول لهم ما مع شيء يوم قفوا في مكانكم حتى آتي بالسلاح فأقتلكم ويقفون إلى أن يجي الوقائح حاصلة مؤرخون في قاتل الذي يذكرون هذا وعاصروا سببه الوهن الذي أصيبت به الأمة ستة عشر وسبعة عشر يقول لهم فرد ما معهم سلاح وقد يكون معهم سلاح ولو كانت خفيف على ما يقولون كأنهم مسحورون قفوا حتى آتي بالسلاح قصة ذكر ابن الأثير في آخر تاريخه فقال واحد منهم كيف تقفون بل قال بعضهم قال بعضكم يوثقوا بعضا كل واحد ربط الثاني حتى آتي بالسلاح وشرعوا في ذلك قالوا واحدين عقولكم واحد ولا سلاح معا اقتلوه أو بعض مجادلة تونزا ومدري ويش هجموا عليه قتلوا صلى الله عليه إذا كانت حكراً في المنزل يخلق وراء صفاره ضيب المراصم من المسلمين وغير مسلمين وحاكم 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 لكن إذا وجد مثل أوضاع بعض البلدان الإسلامية التي فيها مسلمون وغير مسلمين لا بد أن يتفقوا من أجل المصلحة العامة له ولبلدهم ويكونوا يداً واحدة ضد عدوهم المشترك وإلا فالأصل أن الكافر لا يؤمن بل يخشى أن يعين العدو إذا كان كافراً مثله وهذه من أحوال الضرورات إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه شره وأذاه ويعرفون قدرته مع أنهم إذا أخلصوا لله وجاءوا بأسباب النصر سوف ينصرون إن تنصر الله ينصركم إن تنصر الله ينصركم كاتب من الكتاب من المسلمين في بيئة مسلمة ومن أولاد الفطرة واسمه عبد الله يقول لما دخل الكفار العراق يقول في مقابلة إذاعية يقول الناس الآن تطوروا وصواريخ ودبابات وطائرات وقنابل وإنتم ما زلتم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة الحياة هذا هذا تكذيب لما جاء في كتاب الله لكنهم لو صدقوا مع الله وأجاءوا بأسباب النصر ولجأوا إليه ينصروا إن تنصر الله ينصركم فلا يمكنهم أن يستأذنوا الإذن يحتاج إلى وقت الإذن يحتاج إلى وقت وإن كان الوضع الآن تغير بإمكانهم أن يستأذنوا ويؤذن لهم في دقيقة مثل السابق ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن يعني ما يذهب بالشواب في حال الحرب إلى بلاد الكفر حتى ولا في حال السلم ما حدم الضرورة إلى ذلك كم من فتن كم من امرأة فتنت وكم من شاب فتن في ذهابه إلى بلاد الكفر في حال السلم والله مستعان في حال الحرب احتمال أن يقع عليهن سبي فإذا كنا شواب حصل لهن من الاغتصاب كما وحاصل الآن مع الأسر يذكر أخبار وأرقام يتقطع القلب أسم من سماعها لكن الأدلة جاءت باستصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لبعض النساء الطائنات في السن من أجل ما ذكر سقي الماء ومعالجة سجارها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أم سليم أم سليم والربيا أم عطية أم عطية وأم سليم والربيا بن معوذ يسقينا الماء ويداوين الجرحة ليس هذا مستمسك لأن يقال لابد من تعيين نساء في الجيش كما ينادي به بعض المفتونين ووجد في بعض البلدان المجاورة وقالوا الأصل هذا كأنهم بعينون عجائز هم عينوا عجائز في جيوشهم لا ما يلزم أن يمسكم بحائل أو بأداته أو بآلة ما يلزم أن يمسكم ومعنى الحاجة وجود الحاجة للطبيب أن يطب المرأة وللمرأة أن تطب الرجل عند الحاجة ولطبيب مسلم نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة نظر ولمس ما تدعو إليه الحاجة الأمر يما إذن لله لما لم يقدر عليه واذا يفعلون إذا أمكن أن يخرجوا في أسلم ويخرجوا واذا يفعلون أنا أقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته يقرع بين النساء وفي أسفاره فقد تخرج الشابة لسيمة مثل عائشة رضي الله عنها شابة صغيرة لكن هذا مع غلبة الظن مع غلبة الظن ومع حفظه وحفظ عرضه عليه الصلاة والسلام وصيانته من الله جل وعلا فلن يقع عليها ما يسوءه عليه الصلاة والسلام يقول وإذا غز الأمير بالناس فقرأ الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى وإذا غز الأمير بالناس لم يجز لأحد أن يتعلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه ومن أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو له فإن لم يعطه لغزات بعينها فإن لم يعطاه عندي لم يعطه فإن لم يعطى هذا أوضح فإن لم يعطى لغزات بعينها رد ما فضل في الغزو وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له إلا أن يقول وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له حمل 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 الرجل ما هو بحمله هو نفسه لا يعطي دابة فتبقى دابته له فتبقى دابته له يا شيئا لا ما هي بدابته حمل عليه وما عنده دابة مثل قصة عمر مهلا وإذا حمل الرجل على دابة حمل المعطي صاحب الدابة الأصلي يحمل عليها في سبيل الله أو الغازي يحمل على هذه الدابة في سبيل الله وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له إلا أن يقول لهي حبيس فلا يجوز بيعها إلا أن تصير في حالة لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس آخر وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا يصلى فيه جاز أن يباع جاز أن يباع ويصير في مكان ينفر ويصير في مكان ينتفع به وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى قتلهم وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض وإن رأى فادا بهم وإن رأى أطلقهم على ما ليأخذه منهم وإن رأى استرقهم غي ذلك رأى أن فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل وسبيل من استرق منهم وما أخذ منهم على إطلاقهم وما أخذ منهم على إطلاقهم سبيل تلك الغنيمة وإنما يكون له استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب أو مجوسا فأما من سوى هؤلاء من العدو فلا يقبل من بالغي رجالهم إلا الإسلام أو السيف أو الفداء بارك بارك يا أبي يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا غزى الأمير بالناس كم معهم أمير لم يجوز لأحد أن يتعلّف أن يجمع علفا لدابته أو لبيعه ليتملكه سواء جعله لدابته أو اتجر به ولا يجوز له أن يحتطب بأجمع الحطب من أجل أن استدفئ به إلا إذا اضطر لذلك الضرورات لها أحكامه ولا لبيعه إلا بإذن الإمام إلا بإذن الأمير إذا لم يكن الإمام الأعظم هو الغازي بالناس فما ينيبه فهو أميرهم يقوم مقامه ويأخذ حكمه ولا يبارز علجا إلا بالإذن لابد من الاستئذان لأن الأمير له نظرة قد يرى أن هذا الرجل المبارز أضعف من أن يبارز هذا العلج هذا الكافر فيقتله ثم يخرج ثاني فيقتله إذا كان بدون إذن فيحصل الوهن في في المسلمين ويضعفه عن المقاومة إذا وجد واحد شجاع منهم من الكفار يطلب المبارزة فلابد من إذن الإمام قد يرى الإمام أنه لا يبارز هذا لا يبارز وقد يرى أن هذا الشخص لا يصلح لمبارزة هذا الكافر ثم يستأذنه آخر ويقول لا مانع المقصود أنه إذا كان معهم وهذا هو الأصل في الغزو لابد أن يكون فيهم أمير نائب عن الحاكم الذي هو السلطان لم يجوز لأحد أن يعتلف ولا يحتطب ولا يبارز علجا ولا يخرج من العسكر لا يخرج من العسكر يعني لا يبعد عنهم لا يبعد عنهم ولا يحدث حدثا ولا يحدث حدثا ليس من شأنه التعلق أو العلاقة بما هو بصدده مما فيه مصلحة للغزو لا يجوز له أن يفعل شيئاً إلا بإذنه بإذن الأمير التركيز على إذن الأمير في كثير من المسائل بل في جميع مسائل الجهاد له شأنه ولأن نصوص الجهاد إنما خوطب بها الجماعة لا الأفراد خوطب بها الجماعة لا الأفراد ويمثل الجماعة أميرهم يمثل الجماعة أميرهم تصوروا لو أن كل نص من نصوص الجهاد رأى كل فرد من أفراد المسلمين أنه مخاطب به على جهة الفردية وصار كل واحد يركب خيله وجاهد امتثالاً لنصوص الجهاد من غير أن يتفقوا على شيء وكل واحد مساكلوا سبيل واحد مساكلوا طريق وقد اجتمع جماعة فخرجوا وهؤلاء الجماعة لا يدر من يجاهدون ولا يدر من يقاتلون وقد يكون تكون جهدهم من المسلمين من قتال بعض المسلمين أو الخروج على الإمام مثلاً فلا بد من التنظيم والإسلام دين نظام ما هو دين فوضى لا بد من هذا ولذلك يكررون في كثير من المسائل بإذن الإمام ذكرنا أنه في قضايا متعددة من جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد صلى الله عليه ومن أعطي شيئاً يستعين به في غزاته فما فضل فهو له يغزو غزوة معينة فقيل له خذ استعين به على هذه الغزوة اللي يبقى له كما لو أعطي لي أحج عن أحد حجة معينة فهو يستعملوا في هذه الحجة وما فضل فهو له بخلاف المسألة التي تليها ومن أعطي شيئاً يستعين به في غزاته فما فضل فهو له فإن لم يعطى لغزات بعينها يعني ما في غزوة معينة فجاء من يقول هذا المبلغ جاهد به في سبيل الله جاهد به في سبيل الله ليس في غزوة بعينها ومن أعطي شيئاً يستعين به فإن لم يعطى لغزات بعينها رد ما فضل في الغزو رد ما فضل في الغزو نظيره في الحج عن الغير يجي أعطى مال مقطوع أكثر مما تحتمله الحجة الواحدة بكثير يعني من الحجتين الثلاثة الخمس العشر حجات وقيل له هذا المبلغ تحج به عن فلان حجات فإذا حج المرة الأولى يحسم قيمتها وتكاليفها والثاني يحسم قيمتها فما فضل يرده فما فضل لا فيرده لأنه ليس في مقابل عمل معين مخصوص وإذا حمل الرجل على الدابة حمل على دابة ليغزو عليها فإذا رجع من الغزو فهي له والدليل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه هو في الصحيح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه حمل رجلاً على دابة في سبيل الله لما قزى هذا الرجل ورجع كأنه ضيعها وأراد أن يبيعها أو عمر لما رأاه ضيعها بمعنى أنها هزلت أراد أن يشتريها فأراد أن يشتريها عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب إلى آخر الحديث وهل هذا عود هذا شراء لكن العود المتوقع من تصرف هذا الموهوب مع الواهب لا بد أن يبيعها له برخص فما نزل من قيمتها عود في الهبة وهذا غالب على الظن فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عائداً في هبته والعود في الهبة لا يجوز ولا تشتريها ولو باعها بدرهم نهى النبي عليه الصلاة والسلام بالهبة إذا وهب شخص آخر مرهبة ولتكن كتاب لطالب علم فاستغنى عنه صاحبه وعرضه للبيع فهل للواهب أن يشتريه نعم ليس له ذلك نفس الحكم لكن لو جاء بهذا الكتاب وضعه في مكتبه ليباع وهذا له بدار نكتابه والباع ماه بدار هذا اللي بيشتريه هو الواهب قال له مثل سائر الناس من يشتريه زيد بعشرة يشتريه الواهب بعشرة مع ذلك إذا علم المشتري أن هذا كتابه لا يجوز له أن يشتريه عمالا لعموم الحديث وإن كانت الليلة غير متحققة ها ولو كانت الليلة متافية لكن عموم النص يتناول هذه الصورة إلا أن يقول هي حبيس يعني إذا قال هي لك فله أن يجوز له أن يبيعها مثل قصة عمر وإن قال هي حبيس يعني وقف فلا يجوز بيعها لأن الوقف لا يجوز بيعه الوقف لا يجوز بيعه كما تقدم إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو فيكون شأنها شأن الوقف إذا تعطلت منافعه الوقف إذا تعطلت منافعه يباع ويستعان ويستفاد من ثمنه في مثلي ما وقف له ولذلك قال إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو فتباع وتصير في حبيس آخر في وقف آخر في نظيره شخص وقف كتب في مسجد هذه الكتب مضى عليها سنين ما يستفاد منها ولا تفتح وليس فيها منفع للمصلين يقول إمام المسجد هل نبيع من هذه الكتب لنشتري لمبات للمسجد ولا نصلح مكيف ها شو هذا الكلام هل يلزمه أن يصرفها في مكان آخر ينقلها إلى محلين يستفاد منها وإذا كان هذا النوع من الكتب لا يستفاد منها في المكان الآخر يشترى بها وكتب يمكن أن يستفاد منها لكن تصرف في أشياء أخرى وإن كان المسجد بحاجتها وكثير ما يباع كتب في المكتبات وعليها أختام مساجد ويقول الإمام إحنا محتاجين إلى إلى مكبر صوت ولا مكيف ولا شيء ويبيعونها لهذا لكنه إنما يباع ويوضع في مثله يوضع في مثله طيب كثيرا ما توقف الكتب والمصاحف تأتي مكتوب عليها وقف على المسجد الفلاني وخرجت من هذا المسجد وبيعت لأن قيامها غالية وخطوطات مثلا في يؤتى بها فتباع هنا كيف يصرف ثمنها والذي جاء بها قد اشتراها من تلك البلدان وإرجاعها صعب وقد تكون الجهة الموقوف عليها جهة ليست على الجادة مصحف أو بخاري وهكثر ما يوقف المصحف الصحيحة البخاري والمخطوطات بكثرة وقف على الزاوية التيجانية في كذا وقف على الطريقة الشاذلية في كذا وقف على كذا نقول هل نحكم ببطلان هذا الوقف أو نقول يصحح الوقف صحح ها يصحح هاش تقول أنت صحح ولا نقول وقف باطل وخلاص يعود إلى إلى جواز بيع وشراء وليس الوقف شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول الوقف إذا لم يحقق الهدف الشرعي منه فليس بوقف المعنى هذا أنه رجع حرا يباع ويشترى وارتفعت عنه الوقفية فنقول مثل هذا القول فيما ذكرنا في المسألة السابقة أو نقول من خاف موصن جنفا أثمه فأصلح بينه فلا يثمع عليه بدل ما هو على الزاوية وضع في مسجد فيه حلقات علم مستفاد منه ها شرعي هاي الشيخ والله أصل الوقف باطل أصل الوقف باطل أصله باطل فيعود حرا يباع ويشترى هذا الذي يظهر هذا الذي يظهر قصد الوقف وقصد أن يقول فأحد المقاعد قصد تشف قصد الوقف لكن المقصد الأول مبني على المقصد الثاني لا ينفك على يعني تصحيح تصحيح الوصية وتصحيح الوقف ما له أصل شرعي في الآية هذا إذا كان يمكن التصحيح إذا كان الأصل صحيح ولكن فيه خطأ يمكن تصحيح لكن الأصل باطل الأشياء الأصل نعين يمكن انتفاع بها بس أصل الوقف باطل أحسن الله إليك بطلانه طارئ لأنه على هذه الجهة وإلا فالأصل أن العين عين منتفع بها يصح وقفها في الجملة لا على هذا المكان ممكن تصحيح فهل التصحيح من باب فأصلح بينهم لأنه قد تكون الوصية فيها جنف ها فتصحح هل نقول الكون فيها جنف باطلها الوصية لا تصحح لكن هذا يختلف يا شيخ حسن الله إليك ها هذا يختلف من توصل إلى فارق حسن الله إليك لا يقرب بين الثوارد 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 وعلى نصي الوقف لن يصحح لكن قصر العمل إنما العمل بإلينا أني فرق بين أن يكون هذا الشخص وقف هذا الكتاب أو هذا المصحف على هذا المسجد وفيه أناس يستفيدون من هذا الكتاب وعلى الجادة وأهل فضل وعلم يستفيدون منه ثم يتغير وضع المسجد فيأتي أناس يختلفون عنهم في الاعتقاد وفي أمور واخرى هذا ينقل مثل هذا وقف في الأصل صحيح لكن إذا كان الوقف مقرونا بما يبطله فهل يمكن تصحيح لكن هل يقرؤون للاستفادة يقرؤون للاستفادة يقرؤون للتعبد لكن كم من قارئ للقرآن والقرآن ويلعنه ف إذا كان لا يستفيد منه لا يستفيد منه المراجع الدينية ومشكلة حتى المراجع أحيانا تكون في بعض البلدان المراجع مثل هذا البلاء من المراجع لكن إذا جاءنا من من الآفاق في بلدنا وعرض في مكاتبنا يشترى أو لما يشترى ها ويملكوا أفراد ولا يوضع في مكان مناسب مثل إلى هذا ما بني على القول ببطلان الوقف ما بني على القول ببطلان الوقف الأصل لا يتصدر من الشخص لا يمكن أن يتصدر فيه الشخص تشتري الأصل أن الجهة التي تعرف هي استوبة شروق منك لا دعنا من الجهة الجهة قد يكون مسروق منك الجهة وأنت وعلم مع العلم بأن الشراء أسهل من الميع في الوقف كما هو معلوم لأن الشراء قد يجوز مع الحاجة في الوقف مكتوب عليه وقف لله تعالى على كذا هذه مسألة يعاني منها أهل المكاتب يعاني منها المكاتب يعاني منها رواد المكاتب اللي اشترون منها ويأتي كتب نفائز غالق جدا وحيانا يكون منقوف على شخص مات من عشرات مئات السنين موقوف على شخص يباع أو لما يباع هو قال على ذريته ما تناسل أصل في حوائل وحواجز بين البلدان وفي كثير من الأمر لا يمكن أن يوصل إلى حقيقتها أنت جاءك كتابا الأصل فيه المنع الأصل فيه المنع وقف على فلان وذريته ما تناسلوا قال الكلباء هذا من قرضين من مئة سنة أو أكثر لأو جاءنا شيء جديد بالنسبة للكتب يأتون بكتب عليها أختام مكتبات قائمة مكتبات كبيرة وقائمة ومعروفة ولها روادها ويقولون عندهم شيء يقال له التحديث كتب قديمة ما تصبر على استعمال طلاب العلم فتباع ويشترى بقيمتها أضعاف ما بيع كتب نظيفة وتصبر على طلاب مثل هذه قالوا هذا حاصل في الأقطار فلا هذا مبرر لأن أشتري من هذه الكتب وأن أقول الطلاب اشتروها وهي مكتوب عليه ختم مكتبة مثلا دار الكتب المصرية فما تدري هو مسروق ولا مبيوع ولا الورع شيء مفروغ من الورع لا تقرب لكن صحيح مو بصحيح لكن إذا كنت محتاج لهذا الكتاب لو أن شخصا يحتبس فرسا في وقتنا الحاضر في سبيل الله ينفع أو لا ينفع ينفع تغزع عليها أنت لا ينفع في الأماكن الوعرة التي تصل إليه السيارات افترضنا أنه سهول لا ينفع شوارع مسافلته ها ينقل ها وشلون في فضل حب سفار ما يخالف لكن الآن ما يستفد منه ترضى أنه حبس على جهة الله يمكن أن تستفيد منه والسلاح ها والسلاح الحي الأن أفضل 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 وشو السلاح الحي الحي وشو الحي فيه سلاح ميت خير الحي لا لا يصرف في جنس مركوب يصرف فيه مركوب نصوصا كثيرة نصوص الفرس يتخص يتخص لكن إذا تعطلت من ما يخالف ما في غير هكذا وقت نصوص الأشراط الساعة سيأتي إذا جاء على عيون الرأس لكن الآن إذا وجد من يستفيد منه انت هل إشكال ها أول ما جاءت السيارات الوانتات الصغيرة ذي الدادسون والهيلوكس و كانت تباع خمس تلاف ستة تلاف كل وقت وكان الحمار أكرمكم الله قبل مجيئها بقليل بهذه القيمة شو ما فيها ندرة لكنها الحاجة ما في وسيلة غيرها فلكل زمان دولة ورجال الآن ما تستطيع أن تستعمل الدواب والآلات المستعملة سابقا في مقابل الآلات الحديثة شو ما فيه ندرة ما فيه ندرة هو إذا كان لها مجال فلا مانئة قد تستعمل فيه الجهات الوعرة البردون يقولون ما يستعمل له في الجبال والأماكن الوعرة والسيارات ما تركه يبقى نصيش إلى يوم الديام منذ كنت صحيح نصيح خير المعبوث واصحة خير إلى يوم الديام المغنم الغنيمة هو الغنيمة يما يخاله الغنيمة الغنيمة يبقى الغنيمة تبتم ثلاثة ثلاثة نص وتجعلها في بيتك الله يقويك ها؟ الله عنك ألا يقول الشيخ الله عنك ها؟ ها؟ هي في مكانه هي بديل عنه بل أفضل من ها؟ ها؟ في سرعة أسرع من الدابة وكما سيأتي الراكب ثلاثة ثلاثة سهمان لفرس وسهم له والراجل سهم واحد ها؟ أعطى النبي عليه الصلاة والسلامة ابن الأكوع مثل الركبان لأنه سريع يسبقهم يسبق الركبان فالمسألة مسألة معنى يعني مسألة لفظ وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله المسجد إذا ضاق بأهله مسجد ضاق بأهل الحي فإنه يباع ويوضع توضع قيمته في مكان أوسع يزاد عليها بقدر الحاجة وينتقل منه إلى إذا لم يمكن توسعته مع بقائه إذا لم يمكن ذلك محصور من جميع الجهات ما يمكن الزيادة فيه فيباع وينقل تنقل قيمته إلى مكان أوسع بحيث يسع أهل الحي وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله أو كان في مكان لا يصلى فيه حي هجره الناس وانتقلوا منه ما رأينا في بعض البلدان بعض الأحياء مهجورة ما فيها أحد ولا حول المسجد أحد حينئذ ينقل لأنه تعطلت منافعه إذا كان مما يضر الناس إليه ماذا المعنى وينقل في مكان لو كان فيه طريق الناس المسجد هذا الآن إذا احتيج إلى جزء من المقبرة لتوسع الطريق الفتوى أعلن تنقل إذن هو لا يمكن تعديل الطريق أو توسعته من جهة أخرى في نفس المكان والناس محتاجون إلى التوسعة تنقل هذه القبور وهو تعوض من جهة أخرى المقبرة حتى لو كان الواقف وين المسجد مثلا الواقف الأول باقي الواقف الأول باقي وأجره ثابت لأن قيمة مسجده باقية والمصلحة العامة مقدمة وكثير ما يحصل للنزاع إذا رأى أهل الحي هدم المسجد وبنائته من جديد والواقف موجود والعامر موجود أنا ما بيهدم أنا ما عندي قدرة أبنيه ولا بتعبيضيه يحصل إشكالات كبيرة بمثل هذا قد يمكن في موقع تجاري المسجد القديم لكن هل تعطلت منافع أو استفاد منه صحيح قد لا يستوعب الناس لأن المواقع التجارية في بعض الأوقات يصلوا الناس في الشوارع أضعاف من يصلي في المسجد فيحتاج إلى توسعة ما أمكن توسعته وقيمته مرتفعة ويمكن أن يشترى بقيمته ضيع في مساحته شريطة ألا يشق على المصلين اللي بجواره ممتشين لمسجد على شارع عام بجواره وناس ومحلات ويزدحم بالمصلين ثم تقول لا والله نبي نبعده بقص الحي أرخص ما تجي لأنه حين إذن ما تعطلت المنافع يقول جاز أن يباع ويصير في مكان ينتفع به يصير في مكان ينتفع به وكذلك لما تعطلت لما تعطلت لما تعطلت وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله ضاق بأهله ولا يمكن توسعته جيران من جميع الجهات الأربع نفتح مسجد ثاني أو نعمر مسجد الجميع استوعب الحي لأصل الجماعة مشروعية الجماعة والشيء أصل مشروعية الجماعة الاجتماع تآلف بين أهل الحي الواحد أما تفرقه من مسجدين أو ثلاثة ضد حكمة المشروعية من إقامة الجماعة أشعر لا يمكن أن تفرقه لم تفرقه من مسجد المسافة لابد من المسافة ولكن هذا المسجد قائم بتحت مسجدين بجواره لأنه لا تعطل المنافعه لا يمكن أن تفرقه إذا أمكن جمعهم في مسجد واحد فهو الأصل نعم هو إذا كان في الأراضي شح وأمكن عمارة طوابق وقامت بالحاجة فلا تكون هناك حاجة تدعو إلى توسعته وكفت مسألة ها لا مانع من إقامة طوابق وين هو الوقف الأول يبنى عليها دوار لا هو يقول أحسن الله إذا كان الهيكل الإنشائي الأول لا يحتمل دوار آخر يهد ويعاد يهد وشمان يقول هل يؤثر هذا على أجر الواقف الأول لا الأجر الواقف الأول على حسب نيته وهو بقاء هذه الأرض وقف وحبس لله جل وعلا إلى يوم القيام فأجره ثابت إلى يوم القيام الشيخ طمعاً ويصير في مكان ينتفع به وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها وعينها أضحية اشترى أضحية بألف ريال وعينها قال هذه أضحية أو قال هذا هدي تعينت بالتعين فوجد أفضل منها بألفين مثلا وقال لهذه أفضل وأكثر أجر أشتري هذه فالأولى تباع لأنه ضحى بأفضل منها لكن لو قال هذه أضحية بألف وجاب الله حدث أرخص منه وأطيب لحم ومدري كذا صغيرة ومدري إيش بخمسم متر ريال تباع الأولى ما تباع مهما كان قيمتها وقف قيمتها أضحية أحسن الله إليك شخص بنى في ناحية من بيته مسجدا لأهل الحي وفتحه لهم ثم رأى أهل الحي أن يقيموا مسجدا خارج البيت وهو نيته الوقف هو نيته مسجد خلاص لكن الآن لما بني هذا المسجد لأنه مفرقون بين المساجد والمصليات التي تكون في المصالح والدوال الحكومية والمحطات إذن لا بنية الوقف فهي مع مكانها لكن الآن يعتبر تعطى المسجد ببناء المسجد الآخر فهل يشتريه لنفسه ويضع القيمة في هذا المسجد الآخر أو في مسجد غيره إذا كان محتاجا إليه فهو حق به بقيمته 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 الأصل مسجد هذا الأصل والمصلى أولي سبب مسجد لأنه مسجد حاجة المصلى أحكامه وتختلف عن أحكام المسجد لا لا أصل له مثل الدوائر الحكومية هنا موجود حاجة مساجد لها معالمها ومحاربها ومنايرات مساجدها الشيخ حسن رادي أخذ المبزارة ونصلي في مكانها اللهم يصلي أصلي 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 جماعة مثل هؤلاء يجمعون في مصلى واحد مصليات المؤقتة يا شيخ دي جنب المساجد الآن عند المحطات مساجد مؤقتة من رئيسة ما يتم بناء المسجد مثلا؟ لا 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 أقصد من جهة الأجر جنبها مساجد كثيرة لكن عادة من حين يؤدن يقيم مباشرة فيستعجدون للصلاة عند الحاجة المحلات التجارية والتي في مصالحهم لا بس مصطحة الواقف مع مصطحة الجماعة؟ جماعة لأنه الواقف أخرجه من مالي